المجلس الأعلى للقضاء المحكمة التمييز قال إن خفض متوسط عمر الطعون المنظورة أمام المحكمة التمييز جاء نتيجة للجهود المضنية التي يبدلها استاد القضاء في عملهم وما يتمتعون به من قدرات وأكفاءات مخلصة أسهمت بشكل فاعل في تعزيز قدرة المحاكم بجميع درجاتها في إنجاز القضايا المنظورة أمامها على النحو المتقدم كما أكد بأن المجلس الأعلى للقضاء يمضي قدما في تطوير أليات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات بتقصير أمر التقاضي وتسريع الفصل في الدعاوة ورفع كفاءة الإجراءات وجودة الأحكام من خلال استحداث مسارات قضاء متخصصين وتطوير النظام تقييم الأداء القضائي وإعادة هندسة الإجراءات القضائية وتبسيطها يأتي هذا الإنجاز في إطار الأهداف التي يسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيقها وفق الاستراتيجية والمبادرات التي تبناها وذلك بدعم ومباركة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله للارتقاء بالمنظومة القضائية وفي تحويل التحديات إلى فرص غير مسبوقة لمواصلة التنمية المستدامة